إلى ولاية الحوض الشرقية حيث استفدت آلاف الأسر المتعاففة من خدمة الصندوق الوطني للتأمين الصحي في الولاية ضمن برنامج التأمين الصحي الذي أطلقه رئيس الجمهورية وتأتي هذه البرامج في سياق المكونة الاجتماعية الخاصة من برنامج تعهداتي حول دعم الفئات الهشة والضعيفة في البلاد عشرات المراجعين باتوا يستفيدون من نظام تأمين صحي يسمح لهم بتجنب مواجهتهم لمصاعب مالية مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية التي يحتاجونها كما هو حال هذا الرجل الستيني منت الدولة الموريتانية علنا بهذه الخدمة التي لم يوجد لها نظير به تأمين الصحي والله وأصبحنا من جملة الأغنياء وأنا أقولها بكل صراحة المريض ما يكلفنش والولد ما يتكلفش والعيال ما يتكلفش أمين الله هنا هزين عندنا شاكرين الرئيس سعجي شاكرين وخلنا دولة ماتوا ولا تسحى الناس ضعاف وقالوا كانت ما جبرت هذا التأمين الصحي الكم منها الأكبر عاجز يعود على ذلك الكم لأخر وتعود الظروف السوء ولكن الحمد لله وأما قدر من الناس وخفى بذاك وعادت الناس الدوه متناولة والفحص متناولة ويعمل صندوق الوطني لتأمين الصحي على تطبيق نظام تأمين صحي يمنح للمواطنين خاصة لفئات الهشة الولوجة إلى كافة الخدمات الصحية بأقل التكاليف جميع المقاطعات موجودة فيها التأمين الصحي بالنسبة لها التأذر يتعامل معهم مؤمني تأذر يتعامل معهم بطريقة 100% وبالنسبة لفئة المواضفين يتعامل معهم بطريقة 90% هذا في جميع المقاطعات مؤمني تأذر هي فئة حقيقة ما كانت تطمح لأنها قد تعد داخل هذا البرنامج بريد الفئات هي فئات مصنفة عن طريق بالهشاشة وهي الفئات الأكثر وفقرة وإدماجها حقيقة في هذا التأمين الأخير حقيقة إنجازة كبيرة وتستفيد أزيد من 100 ألف أسرة بولايات الحوض الشرقي من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي بالولاية الفاغ ولي الشيباني قناة الموريتانية مدينة النعمة من خدمات الصندوق الوطنيare مدينة النعمة